موسيقى موسيقى مشاني الكرام أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف لنقاش صيفا هذا العام أعلن رئيس الفرنسي عن مبادرة تروم تمويل مشروع يهدف إلى تسريع التنبية في دول الساحل وجعلها أكثر نجاعة الوكالة الفرنسية للتنمية مطالبة بتوفير 200 مليون دولار خلال خمس سنوات لكن الدول المانحة لا تبدو متحمسة للوفاء بالتزاماتها وعلى هامش قمة المناخ التي احتضنتها فاريس مؤخرا تم الإعلان عن تأسيس قوة تدخل عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي تضم كلا من مالي والنيجر وموريتانيا واتشاد وبوركي نافاسو بهدف الحد من تواغل العناصر المسلحة في هذه المناطق وتهديتها للاستقرار الهش أصلا اليوم في ملف النقاش نسأل عن الوضعية الأمنية والسياسية في دول الساحل عن أسباب قدرة الميليشيات المسلحة على زرع الرعب رغم محدودية قواتها عن أسباب الاهتمام الفرنسي وبعض الدول العربية البعيدة جغرافيا بهذه المنطقة كما نسأل عن أهمية تذافر جهود دول الجوار والقوى الإقليمية في مواجهة اتساع نطاق العمليات الإرهابية بداية نتوقف عند هذه الشاشة التفاعلية مع نجاة بوتافسوت السلام عليكم خلال شهر فبراير من العام 2014 أعلنت خمس من دول الساحل الأفريقي بالعاصمة الموريتانية نوكشوت إحداث إطار المؤسسات للتنصيق ومتابعة التعاون الإقليمي أطلق عليه مجموعة دول الساحل الخمس يضم كل من موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد الهدف من إحداث هذه المجموعة تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والتنبكة البشرية وبناء مؤسسة ديمقراطية مستقرة على أن أهم ما جمع هذه الدول هو استثباب الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب في المنطقة حيث تنشط عدد من المجموحات الإرهابية على مساحة هذه البلدان الخمسة المقدرة بأزيد من خمسة ملايين كيلومتر مربعة تنشط تنظيمات مسلحة متمردة تسعى إلى الانفصال وإقامة كيانات مستقلة جديدة على حساب وحدة تلك البلدان ولعل التوارق مثال لذلك كما تنشط تنظيمات إرهابية تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش لا تعترف بالأنظمة السياسية ولا بالحدود القائمة بين الدول كبوكو حرام في مالي مثلا الشاسعة المساحة والتي لها حدود مع سبح دول بينها موريتانيا والنيجر وبوركي نافاسو والجسائر كثفت المجموعة المسلحة عملكاتها لا سيما في عامي 2012 و2013 وقد تمكنت تلك الجماعات من السيطرة على شمال مالي قبل إجبارها على الفرار بعد التدخل الإفريقي والفرنسي وقد شهدت دول المجموعة خصوصا مالي والنيجر وبوركي نافاسو هجمات عنيفة دامكة أسفرت عن قتل بينهم جنود فرنسيون وأمبكيون وما تزال المنطقة مهددة بمزيد من التصعيد الإرهابي بعد انتكاسة داعش في سوريا والعراق ومناطق أخرى بالإضافة إلى الإرهاب يشكل تهريب المخدرات والاتجار في البشر أحدت أحاديات الأمنكة وتقدر عائدات هذه الأنشطة التي تؤثر على استقرار وأمن المنطقة بملايير دولار سنوكا ووسط تنامي الاترابات في منطقة الساحل التي يتسلل عبر حدودها القابلة للاختراق مثلحون بينهم عناصر تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش أعلنت قمة جمعت في باماكو قادة دول الساحل الخمس بحضور رئيس الفرنسي مانيو الماكرون إنشاء قوة إقليمية مشتركة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة قوة ستصل بحولي لألفين وثمانية عشر إلى خمسة آلاف عنصر وستكلف أزياد من أربعمائة مليون يورو وستعزز جهودها في المقام الأول على منطقة الوسط مالي بوركنافاسو والنيشر ولمنح دفعة لهذه القوى التي تم بالفعل تشكيلها في أكتوبر الماضي بعد مصادقة مجلس الأمن على نشرها استضاف الرئيس الفرنسي قادة ألمانيا وإيطاليا والدول الخمسة المشاركة في القوى بالإضافة إلى وزيري خارجية السعودية والإمارات بعد هذا اللقاء تعهدت السعودية بتقديم مئة مليون يورو للقوى بينما ستقدم الإمارات ثلاثين مليون يورو ليصل إجمالي التعاهدات إلى أكثر من نصف المبلغ المطلوب مساهمة تضاف إلى تلك التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وهي على التوالي خمسون مليون يورو والستون مليون دولار من جهتها أعلنت ألمانيا أنها ستقدم مساهمة كبيرة تتمثل في تجهيزات وبنية تحتية تعهدات قبلتها فرنسا التي لها نحو أربعة آلاف جندي في منطقة الساحل بارتياح كبير خصوصا أن التمويل يشكل عائقا أمام تشكيل وإطلاق تلك القوى ومن المتوقع أن تحل قوة دول الساحل الخمس محل قوة برخان الفرنسية التي انتشرت هناك إلى جانب بحثات الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي منوسمة المكونة من 13 ألف جندي شكرا على المتابعة لمناقشة محاوري هذا العدد يسعدنا كثيرا أن الصديفة هنا في الأستجوه الدكتور عبد الرحيم منار سليمي وهو رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني أهلا وسهلا بكم دكتور معك يسعدنا كثيرا أن الصديفة كذلك في الأستجوه الدكتور دريس الجريني وهو مدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بجامعة القاضي عياد أهلا وسهلا بكم دكتور معنا أبدأ معكم هل فعلا كما قال القادة الغربيون إن الأمور لا تحتمل التأخير في المنطقة وعلينا أن نتحرك بسرعة وحقيقة أن القمة التي شاهدتها فرنسا قبل أيام تحيل إلى مجموعة من المستجدات أولها هو حجم الخسائر التي أصبحت تتلقاها أو الضربات الكبيرة التي أصبحت تتلقاها التنظيمات الإرهابية وخصوصا تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق وأيضا الآن هناك تساؤلات مرتبطة بالإشكاليات التي ستطرحها اليوم عودة مجموعة من المقاتلين إلى بلدانهم أو الاستقرار في بعض مناطق التوتر كما هو الشأن بالنسبة لمناطق تشهد صراعات وإشكالات كبرى كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة الساحل الإفريقي أيضا اليوم هذه القمة كذلك تأتي إذا استحضرنا هشاشة الوضع في هذه المنطقة المنطقة الساحل الإفريقي يعني اليوم رغم القوات الأممية المتواجدة في مالي وكذلك القوات الفرنسية الموجودة هناك يعني لا زالت هناك تحديات كبيرة جدا تحيط أولا بالمصار السياسي والمصار كذلك الأمني الذي شهدته مالي منذ عدة سنوات والذي مع الأسف لا زلنا أمامها سلا منهاش ثم أيضا هناك تقارير تفيد على أنه رغم قلة أو محدودية يعني المجاهدين الذين تشير بعض التقارير إلى أنهم لا يعني لا يزيد عددهم عن الألف إلا أن هناك يعني إقرار بوجود عمليات نوعية لأننا نتحدث عن حرب عصابات والعدد ليس مهم جدا في هذا النوع هذه العمليات يعني مرشحة للتطور كما قلت في ظل هذه المستجدات وأيضا إذا استحضرنا كذلك هشاشة الأوضاع الأمنية وضعف الدول المركزية التي تقر بها اليوم مجموعة من الدول ثم كذلك المستجد الآخر هو أن دول العالم اليوم أصبحت مؤمنة تمام الإيمان وتمام الاقتناع بأن ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة منفلتة وعابرة للحدود لا يمكن أن تقارب إلا في إطار من التعاون الإقليمي لاحظنا أو التعاون الدولي لاحظنا اليوم دخول أطراف يعني بعيدة عن إفريقيا أو عن الجارة أوروبا سنعود إلى هذه النقطة التي تبدو لمهم جدا لكن هناك دلالة على أن اليوم هناك قناعة لدى دول العالم بأن هذه الظاهرة رغم أنها تمس بعض الدول ولكنها هي ظاهرة تقتضي التنصيق والتعاون لموجاتها أخيرا وهو أن هذه القمة كذلك تأتي في إطار البحث في مصار القوات العسكرية المشتركة التي أسستها الدول الساحل الإفريقي والتي تنحو إلى نوعا ما تعزيز الجهود في مواجهة هذه الظاهرة التي كما قلت هي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين بشكل نحن الدول الخمس طبعا دول الخمس دكتور منار سليمي قبل أن ندخل في حيثيات هذا الموضوع نريد أن نتحدث عن السند القانوني لهذه القوات هل لها ما يبرره أولا السند القانوني هو يطرح نقاش الكل يعرف بأنه بالنسبة للأمم المتحدة كي هناك ما يسمى بنظام الأمن الجماعي الفصل السابع استعملت فيه الأمم المتحدة أحيانا ما يسمى بالقوات المتعددة الجنسيات في بعض المراحل أعطى التفوير لبعض دول ما يسمى بالتحالفات هذا النوع هو نوع جديد بمعنى خمسة دول تتجمع وتشكل قوة ولكن السند القانوني موجود هو اجدهاد داخل أرضية ميتاق الأمم المتحدة لماذا؟ لأن الخطر هو خطر من نوع آخر لم يكن يتوقع ووضع ميتاق الأمم المتحدة في 1945 بمعنى خطر للإرهاب هناك سندين قانونيين هناك قرار مجلس الأمن 23-59 وأيضا قرار مجلس الأمن 23-91 موجود السند بل أنه مجلس الأمن في القرارين خاصة للقرار 23-59 الذي صادر في 21 يونيو 2017 يتحدث عن مبادرة خمسة دول هذه المبادرة حظيت بطيقة الاتحاد الإفريقي الذي راقب العملية سماها العملية الاستراتيجية ثم أيضا كان هناك تقرير من طرف الأمين العام للأمم المتحدة وفي نهاية المطاف كانت هناك مصادقة من طرف مجلس أمن في قرار إذن هناك السند القانوني هو موجود في قرارين القرار الثاني الذي هو 23-91 يتحدث يدفع بالدول ويدعوها إلى الدعم يتحدث عن الدعم اللوجيستيكي والدعم المادي ولكن مطلوب من الأمين العام للأمم المتحدة في كل أربعة أشهر أن يقدم تقرير لمجلس الأمن حول سير العملية لأنه المصطلحات اختارها مجلس الأمن بدقة يسميها العملية الاستراتيجية وفي القرار 23-59 يبدأ مجلس الأمن بصرد للتهديدات يتحدث عن طبيعة التنظيمات الإرهابية الموجودة ويأتي بعد ذلك لهذه المبادرة كان هناك منذ سنة 2014 كانت مبادرة في نواكشوت من طرف موريطانيا ولكن لم يكن لأن ذاك التوقع الاستراتيجي هو أن يتم إنشاء هذا النوع من القوات إذن السند القانوني موجود وهناك نقاشات الآن مطروحة استراتيجيا بمعنى استراتيجيا وأيضا هناك نقاشات جيو أمنية حول الموضوع إذن كل هذا مطروح ولكن هو نوع يمكن أن نقول بأن هذا التحالف هو نوع جديد بالنسبة للرقم الرقم الذي تحدث عليه سيدريس فعلا في المنطقة الساحل والصحراء هناك حديث على عدد قليل ولكن رقم يخرج عن إفريقيا ككل لأن هذه المنطقة هي تسمى قوس عدم الاستقرار تنطلق من الصومان وتصل إلى المحيط الأطلسي المنطقة الفاصلة بين المغرب وموريطانيا المنطقة العزيلة بمعنى من خلال الخارطة الخطر الذي هو موجود هناك من يتحدث في إفريقيا ككل عن 52 ألف شخص مقاتل إرهابي لأن هناك من ينتمي إلى التنظيمات وهناك من يسمى مستخدمي التنظيمات الإرهابية إذن كين هذا الرقم يتحدثون عنه ويتحدثون على أن تنظيم القاعدة في منطقة الساحل يتحكم في الممرات يعني كل الأشخاص الذين يهاجرون نحو الشمال هم يمرون عبر هذا التنظيم عبر الطرق التي يسيطر عليها التنظيم طيب نحن نتحدث عن مبلغ 200 مليون دولار يجب أن تجمع خلال خمس سنوات نعرف أن الدول الخمس ليس بإمكانها أن تجمع هذا المبلغ لذلك نحن نتحدث عن دول مانحة ولكن هناك خيط رفيع دكتور يتمثل في هذا الحد الفاصل بين أن تدافع وتحارب الإرهاب وبين عدم تدخل في شؤون الخارجي الداخلية للبلدان كيف تضمن هذه الدول سيادتها على القرار بداية الرهانات التي طرحت بصدد اللقاء الأخير لقاء القمة هي ثلاثة رهانات أساسية حتى نكون واضحين وهذه الرهانات كما قال الأستاذ عبد الرحيم قبل قليل هي مؤطرة بقرارات مجلس الأمن أي أن هناك مرجعيات تتحدث عن أدق التفاصيل المرتبطة بمصاري هذه القوات على مستوى تشكيلتها على مستوى علاقتها بالأمم المتحدة لننسى كذلك حتى الاتحاد الإفريقي في بداية الإحداث هذه القوات كانت هناك موافقة مبدئية أيضا من قبل الاتحاد أي أن هناك أساس مشروع يؤثر عملها على اعتبار أنها مرتبطة أو أن أعملها مرتبط بتهديد أصبح اليوم تهديد حقيقي للسلم الأمن الدوليين طبعا هناك ثلاثة رهانات الرهانة الأول هو مرتبط أولا بالدعم العسكري أي توفير عدد كافي من القوات والجنود في حدود خمسة آلاف جندي لمواجهة طبعا التحديات المطروحة بصداد تنامي وتمدد الإرهاب في هذه المنطقة طيب هنا أسوقفك إذا سمعتني سنعود إلى الرهانة الثانية ولكن أسوقفك ليبدو لأن النقطة مهمة هناك من يسعم ويقول أن فرنسا لا تهتم كثيرا بما يحدث في المنطقة ما يهمها هو سحب جنودها المقدر عددهم بأربعة ألاف جندي ولذلك تتحدث عن دعمها لهذه الدول ولكن المهم بالنسبة إليه هو أن تسحب نفسها من هذه المنطقة المطارقة وإذا لاحظنا حتى حجم المساهمة التي طرحتها فرنسا هي مساهمة ضئيلة بالمقارنة مع كونها هي التي دعت إلى صاحبة المبادرة وننسى أيضا أن هذه المساهمة هي كلها أو جلها مرتبط بآليات ومرتبط بدعم لوجيستي لكن أعتقد بالفعل أنه هذه اليوم أنه هناك أولا هل فرنسا تريد أن لا تتورط أكثر في هذه المنطقة؟ كل تأكيد لا ننسى أن فرنسا اليوم تعيش على إقاع مجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ولا يمكن لها أن تستمر بنفسي خلصا هناك أربعة ألاف جندي اليوم في إفريقيا إذا تريد أن تنسحب هذه الفاتورة أقل كلما تطورت هذه القوات وهي تريد اليوم أن تعطي لهذه القوات طابعا من الشرعية لأنه كما قلت اليوم لم يعد الأمر مرتبطا بالدول الخمس حاولت أن تنفتحها على مجموعة هناك الولايات المتحدة، ألمانيا، الاتحاد الإفريقي، شركاء الاتحاد الأوروبي كذلك الولايات المتحدة كما قلت بالإضافة إلى السعودية والإمارات التي قدمتها فالرهان الثاني هذا الثاني الرهان الثاني هو مرتبط بالتموي طبعا هناك دائما فرق كبير ما بين حجم الاستراتيجيات التي نطرح والأفكار التي يمكننا أن نجتهد بشأنها وما بين التطبيق والفعالية الإمكانيات المالية هي أساسية ولذلك لاحظنا أن اللقاء الأخير هو ركز على هذا الأمر لن ننسى أن المبادرة طرحت قبلها يعني في بداية السنة سنة 2017 اليوم هناك الرهان الثالث الرهان الثالث هو مرتبط بالأساس بالأوضاع في مالي على اعتبار أن الأوضاع في مالي رغم الاتفاق الذي أبرم في أعقاب التدخل الفرنسي في المنطقة يعني هو لم يأتنا اليوم بسلام مستدام وهو سلام هش وطبعا لاحظنا بأنه الأزمة والعالم لا يريد أن يكرر نفس السيناريو أي أن بروز أزمة مالي قبل بضعة سنوات هي سمحت بعودة مجموعة من الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية إلى الواجهة كانت حاضرة بقوة في الصراع داخل وعقدت الصراع داخل مالي واليوم العالم لا يريد أن تتكرر هذا الأمر لذلك هناك فرنسا تلعب على هذا الأمر أيضا طيب ربما يبدو الدور الفرنسي واضح ناظرا لتاريخ الكبير في هذه المنطقة ولكن هناك أكثر من علامة استفهام توضع على اهتمام الإماراتي والسعودي بهذه المنطقة فيما يعنيهم الأمر دكتور بالنسبة للفرنسا ربما فرنسا أولوند ليست هي فرنسا اليوم فرنسا اليوم ستلاحظون بأنها تحاولوا أن تعود إلى مجالتها الحيوية ومنها هذه المنطقة عادة النظر تقصد في السياسة الخارجية للبلد؟ هناك تحول لاحظ بأن الرئيس الفرنسي يحاول أن يلعب دور الوسطة في الخليج يحاول أن يدخل في مواجهة مع إيران مواجهة الكلامية أيضا يتحدث عن لبنان منطقة ليبيا شمال إفريقيا إذن هناك حضور هناك تحول في السياسة الخارجية الفرنسية مقارنة مع المرحلة السابقة بالنسبة للإمارات والمملكة العربية السعودية هناك علاقات مع فرنسا دفت إلى تمويل بمعنى تمويل ولكن هناك من يتحدث اليوم لكي نفهم الصراع من يتحدث عن تحالف آخر مضاد للمملكة العربية السعودية والإمارات وهو قطر والجزائر هذا خرج في مجموعة من الصحف الدولية منذ يوم أمس معلومات تقول بأن هناك من يرفض هذا الحضور بهذا النوع لأن هناك من يعتقد بأنه سينتقل الصراع الكل يعرف بأنه هناك صراع مثلا ما بين الإمارات المساندة لحفتر هي ومصر مع قطر المساندة إلى حكومة الوفاق الوطني في ليبيا نفس الصراع ينتقل من يبدو بنسبة إليك هناك تحالف اليوم يشكل هناك تحالف يشكل بمعنى هناك حضور في هذا المجال هناك التحالف الإماراتي السعودي الموجود الذي هو موجود في منطقة الشرق الأوسط يدخل اليوم إلى هذه المنطقة وفي نفس الوقت هناك تحالف آخر يتحدثون عنه وهو ما بين قطر والجزائر لأن الجزائر لها موقف الرئيس الفرنسي دعا الجزائر إلى الدخول إلى هذه المجموعة ولكن يبدو بأن الجزائر حسب طريحات الجزائريين بأن هناك عقدة أسكرية ولكن في الواقع ورفض للحضور الفرنسي هناك من يقول العكس هناك من يقول أن فرنسا بالعكس تجاهلت الجزائر التي مولت بأكثر من مئة مليون دولار القوات في موريتانيا كانت هناك دعوة في الأسابيع الأخيرة دعوة إلى الجزائر ولكن الجزائر تتمسك بالاتفاق اتفاق المنصوص عليه اتفاق السلام في مالي لا زالت تتمسك بهذه النقطة وتقول بأن هذا النوع من التحالفات بدأ مدة بمعنى أن الجزائر هي التي يجب أن تقوده ولكن الجزائر لها على ما أعتقد اتفاقية مع مالي والنيجر وموريتانيا ومتمسكة بهذه الاتفاقية متمسكة بالاتفاقية ولهذا فالفرنسيين بمعنى أنهم يقومون بتحالف جديد هذا نوع من التحالف وهناك صرع لكي نفهم ولا نسى بأن هناك حضور أيضا للولايات المتحدة الأمريكية وحديث عن تنسيق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر لنفهم هذا الدور دكتور هناك من يقول أن هذه المسألة الخلافية هي أكبر مسألة خلافية اليوم بين الجزائر وفرنسا منذ حرب ليبيا 2001 أعتقد بأن من يعود سيلاحظ بأن منذ تدخل فرنسي في شمال مالي هناك إشكال ما بين الجزائر لأن الجزائر تقول بأنها الدولة التي لها حدود خاصة مع مالي وأنها الدولة التي قد تتضرر لهذا تريد أن يكون قدم بمعنى أن تشارك هي لا تعرف مثلا على ماذا يشتغل الفرنسيون في هذه المنطقة وهذا صراع قد يظهر بمعنى قد يظهر وقد يعرقل هذا التحالف معنى لاحظي مثلا هناك قوة التي هي الجزائر مرتبطة بالمنطقة هناك دخول الخليج أتحدث هنا عن تحالف الإمارات السعودي مقابل قطر ثم هناك مسألة أخرى وجود الولايات المتحدة الأمريكية والولايات التحدة الأمريكية هناك نوع من التنافس غير المعلن مع فرنسا إذن هناك ما يسمى بتدويل هذه المنطقة لم تعد محصورة ما بين هذه الدول الخمسة طيب وكأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات ولكن يصفون حسابات ماذا؟ أعود أولا إلى مسألة الجزائر الجزائر اليوم هناك موقفين هناك من يعتقد بأنه الوضع السياسي والاقتصاد الجزائر اليوم لا يسمح بلعب أدوار إقليمية من هذا المستوى وخصوصا مع تعقد الأوضاع في المنطقة وأيضا فشل الخيار كما قلت السلمي الذي كان لجزائري يعني يدون فيه إلى جانب فرنسا في مرحلة ما يعني هناك فشل اليوم في المسار السلمي في مالي الدورة الجزائرية تكملش بفعل الأزمة الاقتصادية في رأيك أم أزمة صنع قرار؟ هذا طبعا يعني الجانب الاقتصادي هناك إشكال اقتصادي وهناك كذلك إشكالات سياسية مرتبطة بوضعية الرئيس إلى غير ذلك التي لا تسمح لي الجزائر ولكن هو عموما الصمت كما نقول هو علامة الرضا يعني اليوم الجزائر رغم عدم مشاركتها في هذه القمة ولكنها لم تبدي معارضة رسمية ولم تمانع في المقابل هناك من يعتقد بأنه عدم المشاركة هي ترتبط بتحفظ الجزائر إذا أي نشاط عسكري يمكن أن تكون لفرنسا حضور أو دور فيه هناك كذلك هذا الرأي الذي يناقش أكاديميا وداخل بعض الأوساط السياسية الجزائرية لكن عموما كما قلت نحن اليوم أمام إشكال هو لا يرتبط بدولة معينة نحن أمام إشكال أعتقد بأنه يعني كذلك حتى الجزائر وبالتالي فيفترض بطبيعة الحال أن نكون أمام جهود وداعمة لهذا المصار سنوصل لهذا النقاش بعد فاصل قصير نرجو أن تتفضلوا بالبقائد أهلا بكم مجددا دكتور منار سليمي تقول بعض الدول المانحة إنها ترغب فعلا في الوفاء بالتزاماتها ولكن تخشى من صرف هذه الأموال لأن الأمر يتعلق بدول تعاني من استشراء الفساد فيها أداء المشكل هو مطروح ولكن دعينا ننظر إلى الأهداف الأهداف الأخرى فرنسا لا تريد مواجهة في الميدان بمعنى المواجهة ستقودها جيوش هذه الدول فيما تضر فرنسا هذه المواجهة؟ لأن فرنسا الكل يعرف بأن منذ أن تدخلت ليس هناك معلومات كثيرة ولكن يبدو بأن هناك مشكل لا زالت الجماعات الإرهابية موجودة لا زالت شمال مالي غير مستقر بل أن هذه التنظيمات توسعت أكثر هذا القوس بات أكثر دي المخاطر مما صالحها في هذه المنطقة دكتور؟ فرنسا هي دولة أولا استعمارية قديمة هذا مجال حيوي لما نتحدث عن الأمريكيين مثلا الأمريكي اليوم باتت لهم نواة أفريكو موجودة في سينغال هذه أقلقت الفرنسيين وفرنسا اليوم تحاول أن تعود معناها هذه قوة تقليدية استعمارية قديمة تعتبر بأن هذا المجال هي التي يجب أن تحدد مصيره إذن هذه نقطة مركزية ولكن حتى بالنسبة لأمريكيين تقييمهم استراتيجي يقولون بأن هذا المجال لا يجب أن يبقى لفرنسا وحدها الدليل على ذلك عودت الولايات المتحدة الأمريكية إلى نيجر لمراقبة ما يجري في مالي هذا إشكال إذن المسألة لا تتعلق بخمسة دول ولكن سراع بين قوى كبرى لماذا؟ لأن هذه المنطقة التي يدرسها جيدا يعرف بأنها تتأثر بما يجري في الشرق الأوسط في الشرق الأوسط سقف السراع مثلا مع التنظيمة الإرهابية هو يضعف وهناك عملية تحول نحو هذه المنطقة بالنسبة لفرنسيين يعتبرون نفسهم أنهم يقودون ما تبعث العلاقة بين هذه المنطقة والشرق الأوسط هل هو عبور المسلحين؟ عبور المسلحين لأن اليوم هناك حديث على أن مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يعتقد بأنهم قتلوا سواء في سوريا أو العراق هم موجودين اليوم إما في ليبيا جنوب ليبيا أو في منطقة في هذا الشريط الممتد على مستوى الشمال المالي هذه معلومات وهناك من يتحدث على أنه تم نقلهم تم نقلهم ثم لا ننسى إذا أتينا من سوريا والعراق لا ننسى بأن هناك نوات أخرى موجودة في سيناء نوات في جنوب ليبيا ثم هذا الامتداد وأكثر من ذلك أن الدارسين يعتبرون بأن القاعدة ظلت موجودة وظلت قوية في هذه المنطقة ويتحدثون اليوم على عملية ما يسمى بهذا الخليط الذي يتم جمعه من القاعدة ودعش بالنسبة للفرنسيين هناك هدف آخر لأن هناك فرنسا وهناك ألمانيا ما هو التخوف؟ التخوف هو أن هذه المنطقة التي تعرف أصلا عدم استقرارها وفيها دول يمكن أن نقول بأنها دول مفلسة ودول ضعيفة كل الموجات النزوحية تتجهن هو أوروبا لأن هناك بعض المعلومات التي تقول بأن الطرق التي تراقبها القاعدة مثلا يمر منها أزيد من العارف شخص يوميا يعني يوميا إلى أين يتجهون ومن صعب جدا أن تميز الآن ما بين المهاجر هذا الغير النظامي وما بين أشخاص يمكن أن يتسللوا لأنه مثلا بعض المعلومات قليلة من يعود اليوم قراءة الشهادات التي خرجت مثلا من سوريا يتحدثون عن أحياء داخل الرقة كانوا مع داعش كانوا فيهم الأفارقة بما أن أحياء الأفارقة وأحياء الأسيويين وأحياء المغاربيين بما ليست هناك معلومات كثيرة لذلك مثلا لماذا ارتفع سقف سرع مرة أخرى في الصومال عادوا الأفارقة الذين كانوا موجودين مثلا في الرقة عادوا إلى الصومال عادوا إلى السودان عادوا أيضا إلى شمال مالي والكثير كما قلت معلومات قليلة حول هذه النقطة طيب نحن نتحدث عن هذه الدول الخمس ولكنها هي وكأنها تتحدث بلسان فرنسي هذه الدول الخمسة هل لديها خطة طريق لمواجهة هذا التهديد الإرهابي المتطاعد هل من تنسيق بينها دكتور هو أولا قضية الإرهاب يعني أنا أعتقد بأنه رغم أهمية ما يتم بذله اليوم من خلال هذه القمة ومن خلال كذلك هذه القوة لكن أعتقد بأن الأمر يتطلب أكثر من مقاربة أمنية فعلا المقاربة الأمنية اليوم هي أساسية ومحورية لكن ونحن نعرف أيضا وحتى مجلس الأمن أشار إلى أنه لأنه ينبغي أن نكون أمام طريقين طريق أمني وتعزيز المسار السياسي وخصوصا في مالي أي أن يوازي عمل هذه القوات التعليم والتكوين يعني الجانب السياسي أجرأت الاتفاق وتطوير المسار السياسي لكن في المقابل طبعا أنه هناك ينبغي أن نشير إلى أن هناك طرق أخرى ينبغي أن يتم الالتفاة إليها في المستقبل أولا ينبغي أن يتم ضمان وهذا الأمر لا يتم مع الأسف مناقشته اليوم وأعتقد بأنه في اللقاءات المخملة التي تكون في بروكسيل وغيرها سيكون هذا الأمر مطروحا للنقاش وهو توفير إمكانيات مالية مستدامة لأن هذه القوات يتوقف عملها الناجع على الأقل حوالي 60 مليون دولار على ما أعتقد سنويا ولكن المشكلة في كيفية استغلال هذه الأموال هي النقطة التي تؤرق الكثيرين لأن هناك عدم وضوح في استغلال هذه الأموال وفي استخدامها ومن المسؤول عنها هل إدارة المحلية التي أساسا تعاني من خلال كبير دكتور كما قلت قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بالأزمة هو ناقشة كما قلت أدقة تفاصيل تحدث عن استراتيجية تحدث عن التمويل تحدث عن طريقة العمل إلى غير ذلك ولكن يبقى هذا حبر على الورق عندما نأتي إلى التطبيق تعرف ماذا يحدث في الأموال المنحين أنا أريد أن أركز على أمر جوهري وهو أنه بالموازات مع هذا الإجراء هذا الإجراء هو ينصب على تدبير أزمات قائمة نحن في الحاجة أيضا إلى مقاربة شاملة ووقائية مرتبطة بخيارة الديمقراطية التي أشار إليها مجلس الأمن أي تعزيز المصار السياسي بالموازات مع المصار الأمني وأيضا تعزيز مصار التنمية لأن التنمية اليوم في إفريقيا وخصوصا في هذه المناطق التي تعرفها شاشة وضعفا كبيرا لا ننسى بأنه طلب التمويل هو ناتج عن ضعف الإمكانيات لدى هذه الدول رغم أن هناك خمس دول بإمكانيات بشرية هائلة بمناطق شاشة ولكن لا تمتلك إمكانيات قادرة على التمويل إذن ينبغي كذلك التفكير تفكير هذا خاصة أن اليوم أمام دول غنيا خارطة احتل ولاية المتحدة الأمريكية يعني دعمت هذه القوات في الحاجة كذلك إلى مشروع أعتقد موازن لهذا المشروع الأمني يدعم التنمية ولا ننسى أن مؤتمر الأخير اللقاء ما بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي أشرت إلى هذه المسألة أي ضرورة استحضار شراكة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي طرأت في إفريقيا وخصوصية المنطقة وأيضا التحديات التي اليوم لم تعد تهدد فقط دول إفريقيا اليوم التهديدات نتحدث عن تهديدات عابرة للحدود يعني قبل أيام سمعنا في ليبيا ظاهرة الريق عودة ظاهرة الريق نتحدث عن التهريب نتحدث عن مختلف الجرائم العابرة للحدود وبالتالي هذه الأمور اليوم يمكنها أن تكون في إفريقيا غدا نحن لا يفصلنا مع أوروبا سوى القليل وبالتالي في الحاجة إلى مقاربة أكثر شمولية إلى مقاربة أكثر عقلانية تأخذ كما قلت طريقة الديمقراطية وطريقة التنمير وطريقان كذلك أساسيا بالموازة مع الطريق الأمني طيب كلما حدثت أزمة دكتور مانارسلي من السدعي جيوشا أجنبية وخبراء جانب كذلك تم الحديث بصفة مستفيدة عن وجوب اختيار الإصلاحات الملائمة لهذه الدول هل من أذان ساغية في هذه الإدارات المحدة؟ أعتقد أنه في قرارات مجلس الأمن التي تحدثت عنها سواء القرارة 23-59 أو القرارة 23-91 هناك إشارة بأن هذا الجانب العسكري ليس كافيا وحده هناك إشارة إلى أنه يجب أن تنطلق في هذه الدول مشاريع التنمية ولكن صعب جدا هذه الدول كل يعرف بأنها ضعيفة فطيرة هشة بمعنى أن حتى البنيات الأساسية غير موجودة لا يساعدها لا العامل الجغرافي لا العامل الديمغرافي كل هذه الأمور هناك العديد من الصراعات ولكن دعيني أوضح هنا بأن هناك شيء ما يرتب داخل هذه المنطقة طريقة التي يتم بها تسريع وتيرت إنشاء هذه القوات بمعنى أن القوى الكبرى لديها معلومات بأن كل التنظيمات الإرهابية تنتقل إلى هذه المنطقة بمعنى المعركة المقبلة ستكون هي هذه المنطقة من سيقودها ستقود هذه القوات من خمسة دول هذا واضح تقول دكتور كل التنظيمات الإرهابية ستنتقل إلى هذه المنطقة تنتقل إلى أن أكبر التنظيمات هي موجودة في هذه المنطقة إذا حاولنا أن نحصيها لا نتحدث فقط عن القاعدة وأنواعها نتحدث عن داعش نتحدث عن بوكو حرام كل هذه التنظيمات القوية موجودة وتنسق بينها دكتور هناك تنسيق مثلا كان هناك حديث معلومات استخبارتها كانت تقول بأن داعش في ليبيا تنسق مع بوكو حرام وكان هناك منين في هذه المعلومات لتبين فيما بعد بأن بوكو حرام انقسمت بمعنى أنه انقسام داخلها بين من لا زال مرتبط بالقاعدة ومن هو مرتبط بداعش وهناك من يسمي نفسه بأنه إفريقي لا يريد ارتباط مثلا بتنظيمات ذات طبيعة عربية إسلامية أكثر من ذلك ما يجري في ليبيا بمعنى في ليبيا هناك حديث على أن هناك مخيمات لتنظيمات إرهابية في الجنوب أيضا دور الذي بدأت تشير إليه السودان سودان مثلا مجموعة من الأشخاص الذين عادوا إذن هناك ما يسمى بهذا القوس المقلق وهناك شيء ما قلت يرتب في هذه المنطقة بمعنى هناك توسع لهذه التنظيمات والمواجهة ستكون في هذا الملعب لأنه كبير جدا دون أن ننسى المواجهات أيضا بين التنظيمات إذا كنا نتحدث مثلا عن تنظيمات متشددة إرهابية وهناك أيضا صراعات جيو دينية هناك من يتحدث مثلا في هذا المنطق عن حضور قوة أخرى وهي إيران مثلا هناك من يتحدث عن التبشير الشيعي في مجموعة من الدول الإفريقية في غرب إفريقيا إذن هناك قوى كبرى تتصارع هنا فقط ما كان موجود في الشرق الأوسط هو ينتقل إلى تحت أرجلنا لهذا هل هذه الدول مثلا التي نتحدث عن الدول الخمسة لها القوة الكافية للدخول في هذه المواجهة والكل يعرف مثلا بعض المعلومات التي كانت تتحدث على بعض الدول في هذه المنطقة كانت لتحالفات مع القاعدة مع تنظيمات القاعدة أشارت إليها تقارير أمريكية طيب التدخل للفرنسي في المنطقة 2003 أنا ذاك إن كنت تذكر دكتور مصفة بالضروري ربما يحق لنا اليوم بعد أربع سنوات أن التحدث عن ثمار هذا التدخل ماذا أنتش؟ وفي حقا الأمر أن هذا التدخل كان جاء بعد تعقد الأوضاع أكثر وتنامي كما قلت أو عودت مجموعة من كيف أفلحها دكتور بكل صدق دعيني أقول أولا ردود الفعل من هذا التدخل الفرنسي في الوقت الذي كان هذا التدخل ضروريا بالنظر إلى هشاشة الأوضاع وعدم اتفاق حتى دول منطقة لننسى بأن دول منطقة أتحدث فقط عن دول مغاربية أو حتى دول ساحل طبعا إن كان يتوها ضعيفة ولكن الدول المغاربية نلاحظنا بأن كان هناك تباين كبير جدا بين المواقف هذه الدول إذا أما يجري في مالي وكذلك إذا المقاربات الناجعة لتجاوز المأزق طبعا جاء الدور الفرنسي يعني لا ننسى أن الدور الفرنسي هو فتح مبردات لبعض الجماعات المتطرفة لكي تنتعش من جديد على مستوى اعتبار أن الحرب ستكون صليبية وبأن هناك استعمار جديد إلى غير ذلك لكن أعتقد أن الدور الفرنسي إلى حد ما كلفة الصراع قلت وخصوصا عندما كنا أمام اتفاق السلام الذي أعاد النظام السياسي الشرعي إلى الحكم وكانت هناك كان مفيدا في رأيك المراكمة كان مفيدا أعتقد أنه بالنظر إلى مكان ماذا جنب المنطقة جنب المنطقة من تمدد الإرهاب بالصورة الخطيرة لأننا ننسى أن الإرهاب هو ينتعش دائما في البرك وينتعش دائما في مناطق التوتر ومناطق النزاعات ولاحظنا كما قلت أنه بعد فترة كوموني للجماعات الإرهابية في إفريقيا وخصوصا بعد الضغوطات التي مورست على هذه الجماعات من قبل المغرب ومن قبل بعض دول المنطقة كانت الأزمة المالية بمثابة فرصة لعودتها إلى الواجهة أصبحت جزءا لا يمكن نسيانه من الصراع فرض حضوره داخل الصراع وعقد الأوضاح أكثر وبالتالي جاء هذا التدخل الفرنسي إلى حد ما ساهم في تنامي حدة تصاعد الأزمة ولكن في نفس الوقت لازمنا اليوم أمام سلام نهش واليوم هناك من يعتقد بأن وحتى الرئيس المالي صرح بهدف باريس قبل قبل أيام عندما قال على أننا نراهن على هذه القوة ولا ننسى أن هذه القوة المجموعة تتموقع في مالي مقرها يعني اعتبر بأن نجاح هذه القوة وتمويلها وتعزيز استراتيجيتها سيسمح أيضا بتعزيز الوضع السياسي في مالي على اعتبار أن الوضع السياسي في مالي الهش هناك جهات يعني جماعات متطرفة تسعى إلى استغلال كل ما من شأنه أن يسمح لها بالعودة وخاصة على مستوى تعقد الأوضاع في مالي من جديد لماذا يبدو الإصلاح السياسي صعب عسير دكتور في هذه المناطق؟ أولا هذه كما تسمى عادة في التقارير الدولية قلت بأنها دول مفلسة ولما نقول دول مفلسة يكون فيها الشرطين أولا غير قادرة لماذا نسمي دولة بأنها دولة مفلسة؟ غير قادرة فاشلة غير قادرة فاشلة أم مفلسة دكتور؟ بمعنى أنها تسمي الدولة الفاشلة أو الدولة المفلسة بهذه العبارة غير قادرة أولا على مراقبة ترابها هذه الدول كلها لحدود طويلة جدا الدول الخمس غير قادرة على ذلك دكتور ثم الجانب الثاني وهو داخل هناك مشكل ما يسمى بتوزيع مشكل توزيع تروات مطروح داخل هذه الدول وليس فيها بنيات وهي دول التي كانت تعريف لا زالت تعريف في بعض منها صراعات حول السلطة ثم أن هذه المنطقة التي تتواجد في هذه الدول وإذا وسعت أكثر هذا القوس تقريبا تشكل نسبة 22% من مساحة إفريقيا إذن هي دول بمعنى هذا الشرط هو كبير جدا مسألة التي يجب أن ننتبه إليها وهي الكل يتذكر لأنه يجب أن نربط دائما مع المعلومات الاستخبارات العالمية التي تروش الكل يتذكر المشكل الذي خلقت عودة ما يسمى بالأفغان العرب لما عادوا خلقوا مشكل في مجموعة من الدول منها ما وقع مثلا في الجزائر الآن عودة ما يسمى بالداعشيين العرب الأفارقة إلى هذه المنطقة إذن هذه القوات التي أنشئت لماذا هذا الطلب الأوروبي بتنصيق أمريكي وبدعم أممي هي قوات هذه الدول ستخوض حربا ضد الداعشي الأفارقة والعرب فوق هذه الأراضي هذا هو الوضع الجديد هذه هي الفكرة التي ينبني عليها كل وإلا لماذا ستدعم هذه الدول لكن الإشكال اليوم هو مثلا هنا هذه خريطة توضح الانتشار هذا الانتشار الذي يلآن دل هذه التنظيمات سيلاحظ بأنه انتشار كنطلق من الشرق الأوسط ويأتي إلى منطقة الأفريقية هنا ويبدو أن أمامنا أوروبا إذن أوروبا تعرف جيدا هنا الأرقام العديد من الداعشيين الأوروبيين لم يعودوا إلى أوروبا أين توجهون كمعلومات تقول بأنهم إما في جنوب ليبيا وإما وصلوا إلى هذه المناطق والكل يعرف أن هذه المناطق من صعفها مثلا مراقبة لا مستوى جوازات صفر ولا غير ذلك إذن أوروبا هنا ستأتي بالخصوص فرنسا وألمانيا تريد من هذه الدول أن تحارب هؤلاء الداعشيين في منطقة الساحل والصحراء وهنا سيلتقي فيها كما قلت الإرهابي مع الشخص الذي يسعى نحو الهجرة إذن هذا الحزام هو الذي يقام اليوم وإلا ضجمة التي أتيرت حول ليبيا نفسها مشكلة المهاجرين في ليبيا ليس حديث منذ اليوم الأول الذي سقط فيه نظام القدافي هناك عملية استغلال البشع لهؤلاء الأشخاص اليوم تتر هذه النقطة والكل يتذكر بأن الإيطاليين فكروا في إقامة بوارج وأساطين لحد من الهجرة إذن هو مشكل ما يجري في أوروبا يحاول أنه تكون المعركة فوقها في منطقة الساحل والصحراء وهنا السؤال مطروح على الدول المغاربية سأسأل هذا السؤال لماذا صوت دول الجوار يبدو هافتا خامتا يكاد يكون صامتا أعتقد أن الحديث عن موضوع الاتحاد المغاربي هو حديث من الشجون على الأقل دول الجوار التي تمتلك سيادة قرارها وتدلي بدلوها في التجمعات الدولية اليوم لا يمكننا أن نتحدث عن دول يمكنها أن تجد لها موقعا في الساحة الدولية المتغيرة في إطار قطر ضيق اليوم نحن نعيش عالم التكتلات بامتياز تكتلات في أبعادها الاقتصادية والستراتيجية وأعتقد أن دول المنطقة حقيقة أنه ما يحدث اليوم هو يبرز أننا إذا لم نستطع أن نحدد يعني مساراتنا على عدة مستويات اقتصادية والستراتيجية بكل تأكيد ستكون هناك يعني هامش يعني واسع لتدخل أطراف خارجية في هذه المناطق وهذا ما يجري اليوم في دول الساحل أعتقد بأن هناك اليوم ما يكفي من المخاطر والتحديات التي تواجه دول المنطقة والتي تفرض بلورة يعني مداخل استراتيجية وأكثر تنصيقا وتعاونا لمواجهة هذه الإشكالات التي لا تعرف يعني لا تميز بين الدول حقيقة أن اليوم فرنسا يعني أريد أن أعود إلى الموضوع يعني بسرعة فرنسا اليوم حققت يعني هدفين رئيسيين أولا الهدف الأول وأنها سمحت بفتح باب التمويل ونجحت في استقطاب مجموعة من المتضامنين أو الممويلين لهذه القوة على الأموال أن تأتي أولا يعني هناك اليوم تعهدات تعهدات الجانب الثاني وهي أنها نجحت في أن تعطي للموضوع بعدا دوليا أي أن هناك الكثير من الدول التي رحبت بهذه القوات وبأدائها ولكن هذه الجهود ليست مجانية دكتور كما تعلم هذه الجهود ليست مجانية كما تعلم بطبيعة الحال هناك دائما يعني في العلاقات الدولية لا توجد هناك عمل خيري أو لا يوجد هناك عمل مجاني طبعا الفرنسا تبحث عن مصالحها لكنها اليوم بكل تأكيد لم تعد لوحدها هذا ما ينبغي التركيز لم تعد لوحدها في إفريقيا اليوم نتحدث عن منطقة الساحل اليوم هناك مجموعة من الدول التي سوف تمول هذه القوات وبالتالي هذا يفتح لها باب التأثير وباب تحقيق مصالحها أخيرا إذا سمحت ليس للوقت الكافي اليوم نتحدث عن ما يجري الأمر ينبغي أن يتجاوز كما قلت المقاربة الأمنية إلى تدبير الأزمات من خلال المدخل الديمقراطي بدل التركيز أو المبالغة في الانشغال بتداعيتها وبتجليتها فلتطرت المتدخلين أن لا يخلط الأوراق أكثر في هذه المنطقة الملتهبة؟ هناك أجندات متعددة ستظهر مع تطور السياسة الأمريكية والتنافس الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا دخول أيضا روسيا بمعنى موجودة في ليبيا سوف تصبح أجندات وأيضا أجندات دول الخليج ستخلط أوراق المنطقة ولكن دعيني هنا أقدم ملاحظة فقط اقتصاد الإرهاب هنا هذه الجماعات من أين تعيش؟ كل مهاجرين يعبوننا الطرق يؤدون غرامات إلى تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش إذن هناك اقتصاد الإرهاب مزدهر في هذه المنطقة وهذا إشكال لأنه ولكن من يمول هذه الجماعات الإرهابية التي ترفعهم؟ هذه الجماعات من الآن طرق تمويل الآن وهو العابرين لهذه الطرق ترقبوا التنظيمات الإرهابية ليس فقط هؤلاء أنت تعلم بذلك دكتور الممولون أكبر من هؤلاء المهاجرين كل يعرف اليوم هناك صناعة الإرهاب هذا أصبح عامل في النظام الدولي وتخوفات على هذه المنطقة كنا نتحدث عن دول مغاربية يجب أن نقرأ بأن التهديد قادم للأمن القومي من هذه المنطقة شكرا جزيلا لضيفي الكريمين شكرا لكم مشاهدين على المتابعة نلتقي بخير شكرا لكم مشاهدين على المتابعة شكرا لكم مشاهدين على المتابعة